اجتماع ثاني يُعقد بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في العاصمة أنقرة في محاولة لتهدئة التوترات في غمرة تهديدات تركيا بشن هجوم في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد شمالي سوريا الاجتماع يأتي بعد يوم من تهديد الرئيس التركي رجال طيب أردغان بشن عملية عسكرية شرق نهر الفرط شمال سوريا ضد وحدة حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وقال أردغان أنه أبلغ موسكو وواشنطن بالعملية لكنه لم يكشف عن موعد انطلاقها والتي ستكون الثالثة من نوعها في سوريا خلال ثلاثة أعوام وتأتي العملية العسكرية التركية الجديدة على أصداء مطالبة أنقرة بإقامة ما تسميه بمنطقة آمنة شمال سوريا وعدم تنفيذ واشنطن التزاماتها من وجهة نظر أنقرة المتعلقة بوحدات حماية الشعب الكردية وهي الوحدات التي تعتبرها واشنطن حليفة رئيسية لها على أرض الواقع في سوريا في حربها ضد تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر